أعيز أن أبدأ مع حضراتكم النهاردة في 6 أغسطس سنة 2008 ظهرت قناة النادي الأهلي للنور من أول يوم في هذه القناة ومنذ أول دقيقة كان فيها بث مباشر على الهواء مباشرة وهذه القناة رفع شعار الأخلاق والاحترام قبل أي شيء المهنية واحترام الشاشة مبدأ ماشي عليه كل اللي ظهروا على قناة النادي الأهلي من 6-8-2008 على شاشة قناة النادي الأهلي لن تجد ألفاظ خارجها أو تطاول أو تجريح أو سب أو قذف أو شتائم على شاشة قناة النادي الأهلي هتلاقي مضمون محترم وكلام لائق وموضوعات وحوارات كلها بتتكلم عن عظمة كيان النادي الأهلي واحترام المنافسين على شاشة قناة النادي الأهلي هتلاقي نجوم نادي الزمالك بيتكلموا عن ناديهم بكل فخر على شاشة الأهلي لأن هي دي الروح الرياضية على شاشة الأهلي هتلاقوا كل النجوم الأندية من يومين أو من ثلاثة أيام كان معانا كابتن حمدي نوح وتكلم عن أهم إنجازاته اللي كان عايشها في المقاولين العرب وأيضا كابتن محسن عبد المسيح طلع معانا على التليفون نجم النادي الإسماعيلي وإنت بتتفرج على قناة النادي الأهلي عمرك ما هتشعر بالخجل وإنت بتتفرج مع زوجتك أو مع أختك أو مع والدتك أو مع بنتك عمرك ما هتحس بأي خجل لأن قناة النادي الأهلي بتحترم الأسرة المصرية كلها في قناة النادي الأهلي في ضوابط وأصول مستحيل حنطلع عليها أو حنطلع عنها أو حنحيد عنها مهما كانت الظروف ومهما حصل حنفضل نحترم بلدنا وقوانين بلدنا وإعلان بلدنا لأن مشاهدة قناة النادي الأهلي ممكن أي حد يقعد يتفرج عليها لأننا في الآخر ماشيين على مبادئ وقيم اتعلمناها جوه القلع الحمراء قناة النادي الأهلي جزء من الكيان العظيم اللي اتعلمنا منه حاجات كتيرة جدا احترام أو الاحترام اللي بنشوفه من خلال قناة النادي الأهلي هو بالأساس احترام لهذا الجمهور الكبير وهذا الجمهور العظيم نسمع كده كلمة قالها كابتن محمود الخطيب ونرجع نكمل مع حضراتكم النادي الأهلي وقناته دائماً ما يتخذ الإجراءات وفقاً لقانون الدولة المصرية اللي احنا كلنا بنحترمها عمرنا ما حنرد على حد ولا حننزل لأي مستوى أقل من مستوى النادي الأهلي لأن اتعلمنا كده من كتاب مبادئ النادي الأهلي لازم نبقى عارفين أن ما فيش أسهل من أننا أغلط في الكلام لكن صعب تكون محترم وخلوق وعفيف اللسان والناس كلها تحبك وتحترمك هو ده الفرق أو هو ده الفارق ما بين النادي الأهلي وقناته وإعلامه وأي شيء آخر الحقيقة كنت لازم أقول لحضراتكم هذه الكلمة لأنها كلمة مهمة جدا 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 تخص في البعض بيسألنا هو أنتوا ليه ما بتردوش على فلان أو علان أو على ترتان دايما دايما عندنا كتاب كده طبعا هو مش كتاب بالمعنى المفهوم ولكن هو كتاب كلنا عارفينه وكلنا حفظينه كل من دخل النادي الأهلي عرفه وحفظه هناك من يطبقه وهناك من لا يطبقه احنا في قناة النادي الأهلي بنطبق هذا الكتاب كتاب المبادئ والأخلاق والقيام اشتركوا في القناة